تحديداً الحقبة الترامبية إذا جازت تسميته على هذا النحو هي لا تعترف بقرب المسافات مع الحلفاء يعني هي لديها مشكلات مع أغلب حلفائها الأوروبيين لديها مشكلات كبيرة مع أغلب الحلفاء من الناتو ذهب الرئيس الأمريكي لكندا فأفسد تقريباً أو سمم الأجواء في قمة الثماني السبع الكبرى له مشكلات أيضاً في اجتماع حلف الناتو الأخير وربما من كانوا يوصفون بالأعداء لديه فلسفة ما في التقارب نحوهم الزعيم الكوري الشمالي وكذلك الرئيس الروسي الذي سيلتقي في هذا الشهر يجب قراءة تصرحات ترامب جملة وليس كل تصريح منفرد ترامب أدل بتصرحين أكس بعض في نفس الأيام تصريح الأول عن تبعية ألمانيا لروسيا وأنه على التحاد الأوروبي دافع المزيد وفي نفس الوقت أدل بتصريح آخر لمكروه أنه لن يتخلى عن أصدقاء الأوروبيين وهكذا في الواقع هو شخص الأقرب يهدد دائما لك أنا أعتقد واشنطن بوست في زيارة الرئيس الفرنسي اللي واشنطن كشفت بعد الزيارة أن الرئيس الأمريكي حرد الرئيس الفرنسي بالفعل على الخروج من الاتحاد الأوروبي وبأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن توفر البدائل على المستوى التجاري والاقتصادي إذا ما أقدمت باريس على هذه الفرنسية لا يوجد بدائل يعني في حقيقة الأمر ليس أمر بالسهولة فرنسا جزء من التطمئة من الاتحاد الأوروبي كمية المزايا التي تمنح لكل دول الاتحاد الأوروبي لن تعوض في أي شراكة أخرى حتى لو كانت معلولات المتحدة حتى ما تقولها كمية هذا الرجل لا يحترم تعوداته ولا اتفاقاته فكيف أي دولة في العالم تستطيع الموافقة على الدخول معه في شراكة خاصة عندما نرى أنه من أحلام وطمحات مكروه قدادت الاتحاد الأوروبي وأنه لديه أجندة واضحة للإصلاح من ضمنها إصلاح اليورو ومنطقة اليورو وفي أفكار جديدة أنه في العوام القادمة سوف يكون هناك دول جديدة من أوروبا سواء كانت من شراء أوروبا أو أخرى تدخل إلى اتحاد الأوروبي إذن هناك في أحلام توسعية للاتحاد جزء من الأفكار لأحلام توسعية دي مبنية على وجود اتحاد أوروبي قوي لن يكون اتحاد أوروبي قوي مع خروج ألمانيا أو فرنسا لن يكون اتحاد أوروبي أصلا وبالتالي تحريد ترامب أشبه بي مسألة طفولية يعني أنا سوف أدعم مكرو لم تدعم أحد حتى أدعم مكرو لكن على الأقل هي تترجم حقيقة نوايات جهل الاتحاد هو لديه مشكلة أصلا في أجلب التكتلات الإكليمية كانت أو دولية أنا أعتقد أنه ما قبل ترامب ممكن نقول فيه صياغة للعلاقة اختلفت مع بعض ترامب ما قبل ترامب كان فيه فكرة أنه أوروبا لا تكون ضعيفة ولا قوية فقط تكون متواجدة مع أمريكا بمعنى أنه دائما كان هناك فكرة أن تكون موجودة على الساحة في ملفات معينة نحتاج أوروبا في حرب العراق نحتاجها في فانغستان تكون مشاركة لكن من يقود أو تحت الأمريكية ما بعد ترامب أنا أعتقد فكرة الشعب أولا تشاطر على ترامب هي لا تريد تحت أوروبي لا تريد أي شيء في العالم لا تريد فقط تكون أمريكا أولا بمفهوم لا دولة قوية أخرى لذلك نجد أنه ذهب لتدمير الاتفاق النووي يذهب لتدمير شركاته القديمة سواء حلف النيتو أو أحدى الشركات الأسيوية ثم يبدو في المشهد أنه أمريكا أولا أو أمريكا قوية هذا الرجل بهذا المنهج لن يكون معه شركاء لديهم قوة أو لن يكون معه شركاء قدرين على استمرار معه بنفس هذه الآلية ليس لديه قدرة هو حتى الآن على تطمين وطمأنة أي دولة في العالم كوريا الشمالية عقب أيام من الزيارة وجدنا تصريحات مضادة وجدنا أن العقوبات لن ترفع الآن وجدنا أنه في منوشات في التصريحات بعد زيارة مايك بومبيو وبالتالي أنا لا أعتقد أنه في دولة أوروبية أو على أقل المحور الرئيس سواء ألمانيا أو فرنسا لديهم القدرة على تخلي عن قوتهم أو اتحادهم